بنود المنهاج الوزاري التي تضمنت من بينها تخصيص وصرف مستحقات المشمولين بقرارات اللجنة العليا لتنفيذ المادة 140 وإعادة تفعيلها خلال شهر من تشكيل الحكومة دخلت في حيز التوجيهات الحكومية مؤخرا لمباشرة عمل لجنة المادة 140 ومعين الخاصة بالمناطق المتنازع عليها شريطة أن تقدم الأطراف السياسية المعنية خطتها لتطبيع الأوضاع في كاركوك ومدن أخرى ما يؤكد تلك المعلومات ردود الفعل التي أحدثت جدلا واسعا بين مؤيد ومعارض لتفعيل المادة 140 والتي تتعلق بإعادة تصويب الأوضاع للمهجرين والمنتقلين وإعادتهم لمكانهم الأصلي وإجراء إحصاء سكاني واستفتاء على أبرز الملفات التي يعيشها أهل كاركوك والمناطق المتنازع عليها تحديدا التوزيع الديمغرافي الذي يشمل العرب والكرد والتركمان لكن الجبهة التركمانية وأحزاب عربية عارضت مبدأ تطبيق المادة والمادة 140 من الدستور أقرت بعد عام 2003 لحل قضية كاركوك ومدن في نينة ووديالة والتي تسمى المناطق المتنازع عليها ويطالب الكرد بتنفيذها في حين يعترض العرب والتركمان على ذلك سهولة تطبيقها يراها سياسيون في بعض القوى ومنها قوى الإطار التنسقي على أنه من الصعب إجراء تطبيق سهل للمادة التي استمر الخلاف عليها نحو عقدين ماضيين فيما ترجح تحليلات مقربين من الجدل الدائر في كاركوك تحديدا أن تشكل اللجنة من أعضاء كرد وتركمان وعرب بتخصيص أموال مطلوبة لتمويل أعمال أنشطتها الرسمية جدل يرى محللون أنه ليس من السهل على الحكومة أن تنجز المادة في ظل وجود جهات رافضة وأخرى موافقة عليها فيما يتطلع له كثيرون على أن تنهي الحكومة أزمة المناطق المتنازع عليها بما ينعكس إجابا على جميع المكونات العراقية ويلبي حقوقها دون تحيز لطرف على حساب آخر